الله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلأ لأك القمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطئ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يقطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع صفات الكمال والبهاء والعظمة لربنا سبحانه جل في علاة ما زلنا نتعلم كيف نتعرف على الله بأسماء الحسن وصفاته العلاة ما زلنا نتعبد لله بهذه الصفات التي يتصف الله بها كمالا وجلالا وبهاء وعظمة وأن الله جل في علاة له هذه الصفات ثابتة ثابتة بالكتاب والسنة بل وإجماع أهل السنة وما زلنا مع صفات الأفعال قلنا آثرنا في هذه الحلقات أن نتكلم عن صفات الأفعال بالذات للرد على أهل البدعة والضلالة ولتزبيت أركان الأمر عند أهل السنة والجماعة وأنهم يزبتون ما أذبت الله لنفسه وأذبته له رسوله ويزبتون ما أذبته له الصحابة الكرام بل وأيضا أجمعت عليه يعني أو أجمع عليه أهل العلم ممن جاء بعدهم في هذا المدمار أقول من هذه الصفات العظيمة صفة الرضا صفة الرضا أن الله يرضى نعم يرضى بل والله يرضى ويفرح كما قلنا بأن الله يحب لنا لابد أن نقول إذا ذكرنا صفة المحبة نذكر صفة الرضا ونذكر صفة صفة أيضا الفرح وبعد ذلك ننظر بعد ذلك في الصفات التي هي صفات التي التي يتصف الله بها بالهرولة والمشي أو الهبوط والتدلي والنزول كل ذلك ثبت عن ربنا ثبت عن ربنا جل في علاء وثبت لربنا جل في علاء ولكن أذكر دائما بالتأسيس كل صفة أثبتها لربي على أساس أسسه أهل السنة والجماعة نذبتها لله من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تكييف معلوم بل نذبت الكيفية وتكون غيب نسلم له هذه الأساسات التي وضعها أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله جل في علاء لأن الله لا يماثله شيء ليس كمثله شيء وهو السمع البصير أذبت السمع البصر وقال لا شيء يماثله وقال الله تعالى هل تعلم له سمية إنكار هذا سفهم إنكاري لا يمكن أن ترى سمية لله ولا ندا ولا نظيرا شوف الإنكار من الله جل على ومن الناس تأخذ من دول الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا أشد حبا لله فهذه الصفة العظيمة صفة الرضا صفة كمال وبهاء وعظم لله جل في علاء وهذه من صفات الأفعال لأن الله جل في علاء يرضى ويغضب فلما آسفون انتقمنا منهم فيرضى عن أقوام ويغضب على أقوام يرضى عن أفعال ويغضب على أفعال بقول الله جل في علاء إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم وهذه مادة الرضا كما سنبين مادة الرضا مادة التوحيد مادة الشكر لربنا المجيد سبحانه جل في علاء فإذن الرضا صفة من صفات الله جل في علاء ثبتت لله بالكتاب والسنة واجمعها للسنة هل سعد أهل البدعة بوصف الله بذلك؟ لا ما ترهم إلا إلا يعاندون ما ترهم إلا يحرفون جهل مركب يحرفون الكلمة عن مواضعه ثم يتهمون من يثبت أنه جاهل في اللغة وهم أجهل الناس باللغة ولو علموا بالأصول واللغة ما وقع فيه مثل ما وقع فيه إذن الأصل يثبت الظاهر والتأويل لا يكون إلا بقرينة وأين القرينة الحاكم على على صرف اللفظ من ظاهره إلى المؤول أين هي؟ أين هي؟ وهل سلمت من المعارضة أم لم تسلم المعارضة؟ فلذلك نرى بأن الله أثبت لنفسه هذه صفة الرضا هم يقولون أيضا الرضا يعني إرادة السواب أراد أن يسيبه رضي عنه يعني يدخل الجنة فأراد أن يسيبه فنقول له إرادة السواب لازم صفة ليست صفة الصفة الرضا الصفة الرضا أن يرضى ورضى الرحمن جل في علاه ليس كرضى العباد رضى الرحمن ليس كرضى العباد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهي من صفات الأفعال وأذكر صفات الأفعال ها المشاهد الكريم لو يتذكر معي قلنا كل صفة من صفات الأفعال لابد أن تطبخ على هذه القاعدة قديمة النوع حادثة الأفراد لا يمكن أن يكتسب الله صفة كمال لم يكن قد اتصف فيها قبل ذلك يعني قبل أن يكتسب هذا الكمال ماذا كان؟ استغفر الله الله له الكمال المطلق والعظم المطلق فنقول في كل الصفات لابد أن تحفظ هذا أنها قديمة النوع حادثة الأفراد أو حادثة الأحد لأن صفات الله جل في علاه صفات صفات الفعل متعلقة بالمشيئة متعلقة متجددة متعلقة بالأسباب يرضى عن المؤمن يغضب على الكافر يرضى عن المطيع الشاكر ويكره الجاحد الكافر فالغرض المقصود صفة الرضا ثبتت الله بالكتاب والسنة وأجمعها للسنة أما الكتاب فكثير منها قول الله تعالى عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه غصة في حلوق الرافض الخبثاء أخبث خلق الله لأن الرضا هنا رضا تام رضي الله عنهم دنيا وآخرة وهم يقولون بأنهم في النار كذبوا الله ورضى الله إلى الفعلاء تام على هؤلاء المؤمنين الخلص الذين اصطفاهم لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه رضوا عنه رضوا عنه بتوفيقه لهم إلى الإسلام فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون بتوفيقه إلى الطاعات والصالحات والخيرات بحسن الختام لهم والمبشرات بالجنان بالجنات فهذه أيضا من الرضا عن الله جل في علاء وأعظم الرضا يكون يوم القيامة عندما يدخلون جميعا للجنة ثم يأتيهم الله جل في علاء فيقول يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون فيقول تريدون شيئا أزيدكم قالوا ربنا ألم تنجينا من النار ألم تدخلنا الجنة ألم تبايدوا جهنا ألم تكفر عنا سيئتنا فقال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه فيكشفوا الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن تمام الرضا عن الله جل في علاء وفي الزيارة في كل أسبوع في يوم المزيد زيارة ربنا المجيد سبحانه رجل في علاء كلٌّ 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 على قرب من الله جل وعلا بعمله وكلٌّ يرى الله ويكون هنا متعة الرؤية على قدر الإيمان فمنهم من يرى الله جل وعلا في يوم المزيد كل جمعة ومنهم من يرى الله بكرةً وعاشية الله ما جعلنا منهم يا رب العالم الله ما بحق لا إله إلا أنت جعلنا من من يراك هدواً وعاشية هذه لله جل في علاء فينظر إلى الرحمن ويرضى يرضى عن الله جل في علاء رضاً تام بأن الله جعله أنقذه بأن الله أنجاء بأن الله أدخله الجنة بأن الله رفعه بأن الله أكرمه وجعل له الكرامة بين الخلق وبين الملائكة ويتنعم في جنات ونهر في مقعد صدقنا عند مليك مقتدر رضي الله عنهم ورضوا عن وأيضاً في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤمنين شوفوا الرضا يكون عنه وهذا الوصف مقيد فإذ باتوا الرضا لله جل في علاء إذ باتوا الرضا لله جل في علاء ثابتٌ لا كلام فيه إذ باتوا الرضا عن الله جل في علاء وإذا رضي الله عن أحد أحبه وإذا رضي الله عن أحد رضي فعله وإذا رضي الله عن أحد أثابه سبحانه جل في علاء وفي السنة أيضاً فيها أيضاً ثبتت هذه الصفة في السنة بأن النبي وصف ربه سبحانه جل في علاه بالرضى حيث قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لو أحسي سنعيك أنت كما أسنيت على نفسك فالشاهد هنا قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك فهنا يستعيز بالرضى من السخط من الغضب فأذبته أذبت لنا الصفتين صفة الغضب وصفة الرضى ولذلك وكلاهما من صفات الفعل فأذبت الرضى حين قال سبحانه جل في علاه أعوذ برضاك أن ترضى عني فإني استعست برضاك أن تغضب علي أو تعاقبني ولذلك لابد أن تعلم يقينا أنه لا منجأ ولا ملجأ لك من الله إلا إليه لا منجأ ولا ملجأ لك من الله إلا إليه سبحانه وجل في علاه لن لن تنجو إلا أن تكون لله ولن تنجو من الله إلا بالله جل في علاه لذلك كان النبي يستعيذ ويقول أعوذ والعوذ واللوذ واللواذ العوذ واللواذ واللواذ هو هو صدق اللاجأ لله جل في علاه لدفع المضر واللواذ صدق اللاجأ لله جل في علاه لجلب المنفعة فقال أعوذ برضاك وهذا معناه الرضا هذه الصفة لأن معنى القائم بذات الله جل في علاه هذه الصفة لا تنفع ولا تدر الذي ينفع ويدر هو الله الذات المقدسة سبحانه وجل في علاه فلا يجوز دعاء الصفة من دون الله لكن يجوز التوسل بالصفة ليرضى عنك الله ليعطيك الله ليحذيك الله جل في علاه أعوذ برضاك فتوسلت لك برضاك أن تمنعني عقابك فتوسل إلى الله بهذه الصفة أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صحيحيني قال إن الله يرضى لكم ثلاثا وذكر الثلاث فقال يرضى لكم إذن الله يرضى لكم يرضى لكم الأفعال الطيبة وهذه ثابتت بالسنة والصحابة أجمعوا على أن الله يرضى ويغضب أن الله يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين وأن الله يرضى من فعل الصالحين ويغضب على فعل الطالحين فهم يذبتون هذه الصفة إجماعا فإذن الكتاب والسنة وإجمعوا للسنة على إذبات الصفة ما لكم كيف تحكمون الذين ينفون هذه الصفة يقولون لا رضى وهذا الكلام أنتم يعني لا 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 يرضى الله لا يرضى والله لا يصف بالرضى وبعضهم يقول كما قلت ويؤول ذلك إلى بعض التأولات الباردة التي لا قرين عليها ولا قرين حاكمة تصرف ظاهر اللفظ الذي هو الرضا إلى ما ذهبوا إليه قال أبو إسماعيل الصبوني أن إثبات الصفات أو الإثبات في جميع الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح عن النبي المختار من السمع والبصر والعين وأيضا الرضا والسخط وأيضا الحياة كل ذلك نثبته كل ذلك نثبته ما من عالم شريف إلا ويثبت هذه الصفات أصحاب العقيدة النقية السلفية وقد استشهد ابن تيمية بكثير من الآيات في قول الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فشوف هنا يعني يقول ابن تيمية يرضه لكم هذا فعل من فعل الله تعالى فعلها أن الله يرضى يرضى ويسخط وأن الله يرضى ويغضب إذبات هذه الصفة هو دأب اعتقاد أهل السنة والجماعة رضا الله تعالى فعلها يصل إليه المرء بتمام التوحيد لأنه إذا قال العبد إذا أثبتت لرب صفة الرضا أتعبد بها بحسن الإثبات حسن الاعتقاد في رب العبد نجات بحسن الإثبات والأمر الثاني أتوسل بها اللهم إني أعوذ بالرضاك من سختك تتوسل بها الأمر الثالث أن يرى ذلك في أخلاقيتك كيف ذلك؟ أن ترضى عن صاحب الخير الذي يفعل الخير ترضى عن فعله وتحصل إليه وتشكل له وأن ترضى أيضا عن الطائع عن مطيع أن ترضى عن من يحسن إلى الغير ترضى عنه وأن ترضى عن من ينصحك ويبين لك الصواب من الخطأ ترضى عنهم لأن في ذلك رضى الرحمن سبحانه وتعالى هذا حسن التعبد له بهذا وأعظمه كما قلت التوسل كما توسل النبي وإني أعوذ برضاك من سختك كيف أصل الرضى الله؟ هذه تأتي في الحلقات القادمة إن شاء الله تفصيلا لكن أعظمها وأساسها أن يستتم لك التوحيد لأن الله قال إن تكفروا فإن الله غنينا عنكم ولا يرضى لعبادي الكف شفو انظر قال ولا يرضى ولا يرضى لعبادي الكف وإن تشكروا يرضاه لكم وإن تشكروا يرضاه لكم فكيف الشكر وكيف يكون استتمام التوحيد للأصول إلى رضى الرحمن نأتي بها إن شاء الله وأيضا نأتي بصفات أخرى في الحلقات القادمة أسأل الله العظيم رب العاشر العظيم أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم وأن يجعلنا ولا يجعل لنا حظا فيه بحال من الأحوال وأن يجعل عملنا كلها صليحة وجعل وجه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا وفق الله الجميع لكل خير وبر سبحانك الله ما ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ الثُّرَيَّا وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ الثُّرَيَّا وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا فَذَافِقُونَ كَسُقِيَ الْمَاءِ كَانَا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِينَ نَقِيَّا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِينَ نَقِيَّا فَأَخْلِصْيَةَ رَبِّي وَبَارِكَ عَلَى شَيْخِ النَّبِيلَ الْخُلُقِ وَالضَّاحَى الْمُحَيَّا